رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة بصوا بقى عشان ايه الله طبعا بصوا البصل بقى استوى والحاجات جميلة ومتنسوش ان فيه فترة تسوية بتفضل في الطاجن طول ما هو بيهدى وطبعا احسن حاجة تعملوها انه ان الحاجة تيتغطى اي انا لو عاملة فرخمة شوية او عاملة اي صنف الفرن يفضل يتغطى ونحتفظ بيه سواء اللحمة او دجاج او بط او عشان السوائل بتبقى يعني رايحة جاية في الموضوع في جسم الدجاجة دي في الانسجة فاحنا عايزينها تستقر بقى وتبدأ تحافظ على الترابة بتاعتها والسوائل دي تستقر فلازم اغطيها على الأجل من ربع ساعة لتلت ساعة طيب احنا دلوقتي هنقدم الطبق ده او الطاجن اللي احنا عملناه الخفيف اللطيف ده وبعدين ننزل مع بعض مقادير كيك للقارع هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة هنتكلم فيها عن سلق القارع سلق القارع ده حاجة بسيطة جدا بصوا بقى انا عندي هنا حلة فيها شوية ميا بصوا شوية ميا صغيرين خانيني يجيبهم هنا وهدي بقى النار هنا خلاص انا مش بحتاجة انا ادبلر الحرارة شوية ميا حوي نص كباية صغيرة وعلى قد كمية القارع وهحط كمية القارع دي فيه شوية الميا دول ونهدي النار خلاص على فكرة القارع ده بيستوي على البخار برضو بيبقى روعة بس الناس اللي عندها صبر بقى انه لازم يتهدى عليه نار قوي قوي طيب وبعدين اسيبه انا كده هواطي النار خالص لما يتسلق اما هيتسلق هيبقى كده زي ما حدراتكم شايفينه كده اهو اهو ابدأ اقدر اهرسه زي ما انا عايزه اهو شايفين ازاي هايبقى كده هانا سايبه يبقى كده حلاص من غير اضافة اي حاجة خالص طيب انا دلوقتي هنتكلم عن مقدير الكيك القارع هي سهلة وبسيطة وما فيهاش يعني فكرة كبيرة ولو عايزين تعملوها في الخلاط توفيرا للوقت مفيش مشكلة هستخدم معها اما عصير جزر او عصير بورتقال او لو مفيش دا ولا دا ممكن تستخدموا معاها لبن او ميا يعني ممكن اي عصير فكة عندكم فيش مشكلة اه انا بس بحاول اميل للحاجات الفكة اللي هي ما فيهاش نسبة سكر عليها يعني فخلينا كده ايه نجرب هنا كده اول حاجة ناخد كده بولا بسم الله رحمة المكونات الجافة اللي هي الدي احنا نزلنا قلنا المقدير طيب كيك القارع عندي كبايتين ونص من الدي رابع كباية من عصير البرتقال او نص كباية من الزيت النباتي كباية ونص من القارع المهروز انا حطيت السكر الدايت دا هستخدمه اللي هو فيه تقريبا اربعة باكت لو انتوا عايزين هتدي طعم سكر حلو هي لحد اتنين او تلاتة باكت بتبقى السكر قليل خالص يكد يكون مش ايه مش محسوس خالص يعني لكن لو حطيته اربعة باكت من اللي بيحل اتنين معلقة هتبقى كأنها زي الكيكي العادي طعم فيها حلو طيب عندي اتنين بيضة معلقة صغيرة من الفانيليا رشة ملح رشة جسط الطيب ورشة قرنفل ورشة ارفة وده اختياري عندي بيكينج باودر معلقة وعندي رقائق شوكولاتة دارك او تشوكولات شيبس ممكن مكانها مثلا عين الجمل حاجة كده تكون ايه صحية هاخد زرة الملح حطيت رشة القرنفل اه رشة الارفة معانا ام محمود يا اهلا وسهلا صباح الفل صباح الفل يا روح قلبي اهلا بيحل يا حبيب طب جربيه بقى حدا قوليه رأيك يعني انت بصراح فجتين النهاردة يا حبيب تقلبي والله جميل اللي فوق مشغول مشغول عشان اعرف ايه ايه الحادق ده انا الحادق مص حلو يعني طاج القرع حلو كده القرع تقدر يتوظفيه حلو وحادق طب البطاطا الحلوة نقدر نعملها زي المشوية البطاطا سلويتجيس اه لو حطت لها توابل تخليها الطعم ده ماشي وتبقى مقبولة برضو يعني مش طعم غريبة علينا فاستجربيها في وسطة بيستخدموها دلوقتي كمان في الخضار السوتيف المطاعم بس طعمه جميل قوي حبيبتي تسلامي جربيها في صنية خضار كده او تورلي او شوفي تعموا قولي بس تكلميني تاني وتقولي يا حبيبتي صح حبيبتي الله يسعد قلبك امو محمود تسلامي حقك علينا انا عايزة الحلو لاتك دلوقتي بتعمل الحلو انا بعمل كيكة ها ولو انتي عايزة طاجل القرع نزلك الوصفة بتاعتك احنا عملناك عيني عيني ليك يا امو محمود انا حتى انا ما بعملوش بجيبه من عندي قبل عندي ربنا يسعد حبيبتي تسلاميلي شكرا يا امو محمود تفضلي حبيبتي تفضلي نزل لنا يا نودي لو سمحتي مقدير قرع العسل الحلو احنا عملناك طريقة جميلة ويا ريتك تدخلي اه ويا ريتك تدخلي امو محمود تشوفيه بصي انا هرسته لما عملته عملته في الطاجل كده وهرسته ما نعمتوش قوي ما خلتوش بوري زي البطاطا عشان تستمتعي بين قرع لازم تدقي معا حتة المحب القرع يعني بصوا بقى هاخد البيض هنا بسم الله الرحمن الرحيم بكسر بس بيضة بيضة عشان اتطمن ان ما فيش واحدة فيهم لقدر الله ايه فيها حاجة فاتبوز دي الخليط كله هاخد كده بطين وبطين كافين جدا للمعيار وبعدين هادي الزيت وهادي السكر الدايت هحطه هنا في الاول وهحط الزيت والفانيليا بسم الله والعصير البرتقال او عصير الجزر او زي ما انتوا حابين بسم الله وخلينا نخلط المكونات السائلة دي مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله اشتركوا في القناة 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 اهو بسم الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في البشاميل الحادق وهضيف علي نسبة السكر اللي انا عايزاها وبعدين اللبن عندي بقى اللبن لتر على ثلاث معالق كبار من الزبدة وثلاث معالق كبار من الدقي هدوكي بشاميل مظبوط جدا جدا لكن عم ضيف سكر عندي ربع كوباية من الكريمة ماشي عندي اشتة ماشي وش اللبن عندي حاجة ادعم بيها البشاميل بتاعي بطريقة حلوة اوكي وهحط فانيليا هيبقى سكر وفانيليا وطبعا المقادير اللي قدام حضرتك وهاخد كوبايتين من الماء اتسال افريدي ما تبقاش كوبايتين كوباية فيش مشكلة المهم من الطعام والسكر السكر حسب الرغبة زي ما حضرتك تحبي ممكن تستخدمي سكر ديت ممكن تستخدمي سكر عادي فيش مشكلة في ناس بتحب تحط عسل أحيانا وبعدين لما نفضل يعني هنشوح الدين الأول مع الزبدة وبعدين هننزل باللبن ونقلب كويس جدا جدا معين نضيف السكر والفانيليا والاشطف الآخر خلاص بناخد بقى رائع كده ونحط المكسرات في النص والرائع الثاني وبعدين نصب البشا مال من فوق يتخل الفرن ويطلع تسبيلا مذهه ده وبالهنة والشرف أحلى حاجة يتاكل فيه سقع شوية يعني هذي دلوقتي بقى هنستسمع حضراتكم بعد حلقة القرع اللي نوعنا فيها أكتر من صح اسمحونا نستعد للفقرة الطبية بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم شكرا